أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يخشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرعيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من نهل الكتاب لإن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوسلتم لننصر أنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن نخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتلوا لا ينصرونهم ولإن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم شد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يقاتلون لا يقاتلونكم جميعا من الله في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديدا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم كمثل الشيطان إذا قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كر الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك المثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في سماوات والأرض وهو العزيز الحكيم